اشتركوا في القناة ليس له قيمة او انه يتعارض مع الزود او يتعارض مع الاسلام او يتعارض مع التقوى او غير من الامور بينما في حديث سلمان الفارس رضي الله عنه الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حق و ان لنفسك عليك حق و اهم قوة للنفس هو التمتع بالحياة الله عز وجل ما خلقنا لنعيش اشقيا انما خلقنا لنعيش سعادة و هذا الدين سعادة و الله عز وجل نزل الدكرى او القرآن لنسعد لا لنشقى طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى بمفهوم المخالفة في اللغة العربية و التوكيد انما نزل القرآن لتسعد به و تسعد به غيرك الا بدكر الله تطمئن القلوب و الطمئن هي مرتب مراتب السعادة اذا ينبغي ان ينشأ ابنه و قادر على التمتع بالحياة و اذا قد نجد انسان فيه دين و فيه خير ولكن لا يستطيع ان يتمتع بحياته فتجده يغلب عليه العبوس يغلب عليه الحزن يغلب عليه الشدة و القصاوى مع اسرته مع زوجته مع ابنائه مع امة الناس و دين سعادة ابن تيمين لما قال تلك القول الرائع ان في الدنيا جنة تخيلوا يقولها بيقين لا يدخل جنة الاخرة من لم يتدوق او يدخل جنة الدنيا بمعنى هذه الدنيا حلوة خضرة والله اعطانا اياها لنستمتع بها الله نزل عنها صورة اسمها النعم لهي النحل حتى نستمتع بهذه النعم و نشكر الله عز وجل عن هذه النعم والله عز وجل يقول و اما بنعمة ربك فحدث اذكروا نعم الله عليكم اذا ينبغي ان نعلم ابني ان يتمتع بحياته ان يمارس هوايات هذا له الحلال له الطيب يعطي اتزان لشخصية الانسان الامر الخامس او السادس ان يتمع التعائب بالعفة و الطهارة لذلك صورة النور لما نزلت فهي اعظم صورة و اعظم دستور لبناء قيمة العفة ولذلك يبدو انه دكتور اهمية العفة فيما ظهر الان من الجوالات و غيرها صحي الان نحن اكتر حاجة الى تنشيط هذه الغاية اللي هي غاية من غايات الاسلام غاية التربية و صورة النور و احاديث كثيرة لتكلم عن العفة و غض البصر و الحياة و غير ذلك احنا اولى الان ان نهتم بها بشكل كبير جدا حتى نحمي ابناءنا من الباحية و غيرها ثابعا نريد ان ننشيء ابناء يتمتعون بثلاثة اشياء الحب و العفو و التسامح و العطاء و هذه قيم ثلاثة ممكن ان نجمع في كلمة اللطف بمعنى نعلم الابناء ان يكونوا ان يكون الحب هو الذي يدفعهم في في اتخاذ عدة قرارات حتى مع الخصم لنا عندما تحب لو الهداية فانت تحب فانت تحب احنا لما سئل احد الامة قال ما حكمه تارك الصلاة قال حكمه ان تأخذ بيده و تدخل الى المسجد انتاش ما دخلك في الاحكام خلي هذه للقاضي و للفقهاء اذا هذا حب التربية حب الدعوة حب العلاقة الحب يكون ابني يعني عنده هذا الحب قوي و العفو التسامح تسامح و العفو هي قيمة مطلقة انا اعتقد انها قيمة ضابطة و ان من لا يعفو يكون اضعف الناس و ان اقوى الناس من يعفو و اذا كنا تكلمنا في الاول غاية الاولى هي القوة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احدى ما ورد في القوة هو العفو لما اقصم بالله ثلاث اقصم عليهم ما زاد عفو عبدا الا عزا اذا العفو و التسامح و العاطى نعلم الابناء يعطون و ما نعلم تعطي في انتظار المقابل احنا ما نريد مقابل احنا نعطي المقابل هو ابتغاء الاجر عند الله نعطي بناء على قيم نؤمن بها و ليس حتى في العلاقات الزوجية لما نجد الناس متزوجين و الله يا دكتور انا اعطي زوجي و كده بس هو ما يعطيني انا اعبر هو ما يعبر انا اضحي هو ما يضحي يا اخي يا اختي لما نضحي او نعبر او نعطي نعطي لان هذا ينبع من داخلنا ما ننتظر العطاء و مسؤوليتنا اي نعم مسؤوليتنا و اذا جاءنا عطاء منا زيادة الخير خيرين و اخر شي نعيد الابناء ليكونوا ازواج صالحين اعداد البنت لتكون زوجة صالحة و اعداد الرجل ليكون زوجا صالحا هذه ايضا نحن اهمناها في التربية اهمنا الاب الذي يعلم ابنه كيف تدار البيوت و كيف تتحمل مسؤوليات الاسرة ايضا اعداد البنت من هي عمره خمس ست سبع سنوات تبدأ الام تعلمها كل مقتضيات كيف تكون زوجة صالحة و ليس قبل الزواج باسبوع اسبوعين نعطيهم برنامج و لا دورة كيف نعدك لا الاعداد يكون جزء من التربية هذه الغاية التمانية التي يلتبع ان تكون واضحة عند اي مرب مسلم يريد ان ينشع ابناء فعلا لكونون هما الدرية الصالحة التي تقر بهم الاعين يا سلام يا سلام يا سلام هيا يا جماعة نأخذ هذه الكلمات من الدكتور مصطفى أبو السعد وتكون بإذن الله هي الغاية التي نصل بها الى اسرى مطمئنة